مساء الخير يا برج المزان. آآ لالقراءة العاطفية. ويارب تكون تنولي عليكم ان شاء الله. انهوش على الطاقة العامة. برج المزان انت في طاقة الاختفاء. واعادة آآ النظر في امور ممكن. وممكن تكون مختفي عن الشريك. او الشريك هو المختفي عنك. آآ ولكن يمكن ان يكون برضو خيبة امل. مسلا. بتيش خيبة امل. ممكن او. آآ الشريك كده تقطو آآ جامد عليك قوي او جامد عليك. ومصدر لك وش مش نطيف. ويعني مسك على مشاعره. وقافل مشاعره عنك نهائي وانت فعلا بتريد زي ما تكون زعلان او مش فاهم هو ايه اللي بيحصل. فعايزين يشوف طيب ايه اللي بيحصل هنا بقى. آآ طيب. برج المزان مبدأي عن كده الشريك قاصد انه يعمل كده. قاصد انه يمسك عليك. لان طاقته حاليا. والشخصية دي شخصية مش سهلة. وشخصية مش مش سهلة ومش لطيفة لا. يعني هي مش سهلة عموما. شخص بياخد قرارات حزمة وتواضي. يعني هو قرار قرار. قرار بالرحيل بقرار بالرحيل. قرار بالزواج بقرار بالزواج. من اخر. ممكن تكون بتتعمل مع حد من برج اسد حود وحمل. احنا ماشيين دلاتي في الطاقات يعني اقول لكم. فشخص مش مش هزار وما بياخد قرار بياخد قرار ما بيرجعش اصلا في. في المقابل انت في طاقة بالزابة طاقة تعب نفسي وشعر بخيبة اصل اي دول ناس ماشية من مكان وهم مش حاتين. بس هم مش عارفين يخشوا البيت ده من البرد. بص رجاليهم يعني بازت وحالهم بالبلغ زي ما بيقولوا. وآآ فانت شعر باليوتمي. ما شعر اليوتمي كده. كأن اه كأن حد آآ كمسلا شخص آآ لقدر الله يعني ربنا بعد عن احد توفى عنه ابيه. بالزبط كده. انت كنت بتعتبر الشخص ده زي والدك. بالزبط زي والدك. وبتستشيره في كل امورك لان هو شخصية فعلا شخصية يعني قوية. ممكن تكون علاقة زواج. ممكن تكون علاقة زواج. والشخص ده اخد قرار بالانفصال. كده بدون رقعة. فانت شاعر بان ما بنيته في سنوات وسنوات انهدم. وخيبت امل علي قوي. قوي قوي قوي. وشعر باليوتمي. شعر باليوتمي. طب مبدئيا كده انا عزي اعرف هو عليه خطط ده القرار ده. ممكن يكون هادا القرار ده يعني من وحي خياله. على فكرة هو مستقوى عليك قوي. زي ما يكون قصد بس هنمستقوى. اه ده فصال. شخص ده اا لو كانت علاقة عاطفية. فهو حابب انه ينفصل عنك لانه حابب يبقى سنجل. من الاخر. واخد قرار بجد مش هزار فعلا قرار بجد. وشعر بان ده الحكم الصحة. ده كان اللي مفروض يحصل. هو شايف ان ده اللي كان المفروض يحصل. من الاخر. وهو عايز يبقى سنجل. انما لو هو ما تزوج يعني انتم متزوجين في علاقة زودية فممكن يكون عينه على حد تاني. من الاخر كده. وعايز يروح يتزوجه بقى. وشعر ان الشخص التاني ده هو اللي حلو يعني. عشان كده قافل على الموضوع خالص. عايز يفعل على الموضوع خالص. واخد قرار سريح يعني. لكن هو مجمد مشاعره قوي عليك. قوي قوي. لو برج حمل فده الطبيعي يعني. وانت انت شاعر بان في شيء هدم. في شيء هدم. تكعبان جدا يعني. ممكن تكون من ان كتر الزعل بتكي. مرة واحدة كده تلاقي نفسك عيط. بدون اي هدف يعني. مش هدف يعني. لا لما بتفتكر مسلا مرة واحدة. فب هو شايفك ازاي في الوضع الحالي. شايفك ان انت تعبان. بص بقى. يعني بص الرجل ده. جبروت. انت ممكن تكون عملت حركة زعلته منه. زعلت يعني زعلته منك. ممكن تكون عملت حركة قفش عليك. ممكن. ممكن. مش ممكن لا ليه. ممكن. آآ شايفك ان انت تعبان جدا 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 جدا. ممكن تكون يعني نحسسهم بان هو لو علاقة زوجية. وانتو بتشوفه بعض في البيت. فانت ما بتنامشي مع في نفس الاوضع. وتعبان. وآآ وزي ما تكون مش بتترجاه. بتقوله طيب يعني نعيد نعيد تاني نعيد الحالي قالك لأ. انا واخد قراري. انا عايزة نشيل وصل لحد. سيد نمشي. بص انت شايفوا ايه? انت شايفوا زي الصن. زي الصن دي. دي بقى لنا هتأكد لها. دي اللي انا هتأكد لها. حل هو مع طرف تاني. ولا لأ. طبعا لو متبطين. ممكن يكون عايز يخلع من هذه اللاقة وروح لحاجة داتي. بقول يخلع دات يخلع. انت شايفوا ان هو آآ قرر الرحيل مرة واحدة هو بالزبط كده ده اللي حصل. مرة واحدة عمل لك الوش ده. بدون ادنى سبب. بدون ادنى سبب. انت ممكن تكون ما عملتهش حاجة. عشان كده انت تعبان قوي. انت بتقول له ايه اللي حصل? وكرر يمشي بدون ابدأ اسباب. لوحده كده ممكن يكون عملك بلوك. لان على اه ممكن يكون بالزبط. ممكن يكون عملك بلوك. وبصص الحاجة تاني. انت شايف ان هو بصص الحاجة تاني. ومتكبر عليك. ممكن يكون ما بيردش عليك لما تليدي تكلمه. عشان كده او شايفك ان انت تعبان. انت ممكن تكون مع عبدالله مسجاد تقول له ليه? عملت معي كده ليه? مثلا. بيبيله يعني ان فيه فيه مشكلة. انا تعبانة. او انا تعبان. تتكلم معي كده ليه يا اخي? فهو شايفك ان انت تعبان من غيره. ولكن هو مستمر في تحركاته. قد ايه الخطوة اللي ياخدها? الخطوة دي انا مش حباها خالص. اه. الخطوة اللي ياخدها الشخص ده لو زوك هيطلق. هيكسر قلب. لان هنا كرت المقزونة. وانت هتوافق على الطلق ده. لو زوبت وفجأة كده قالك انا عايزة طلق. طب ليه عمدت? طب ولادنا? الولاد. الولاد. حرام عليك اهم. طفل. فيه بينك واطفار. انت عايزة تطلق ليه? انت عايزة تطلق ليه? ليه عايزة تطلق? تطلق قصدي. اه. ده مستقوي قوي. بجبروت. ده عايز ياخد قرار للانفصال في اصرع وقت. في اصرع وقت. وممكن يكون. بس ده كوين افانوس وكوين الفاندريلس. الشخص ده. انت ممكن تكوني عارفة واحد بس انا هقولكو على سيناريو ظهر لي فجأة كده. الشخص ده متزوج. مش بيتي. ات ان اللي حصل بدكو ده الظلم لعيلته. وقال لك انا اسف جدا انا مش هينفع كامل معاك. قلت له حرام عليك. طب واللي بنا طب تقلق لأ. انا عايزة بشي. او سمحة. عشان كده هنا في علاقة سلسية. في زوجة. اهي. في زوجة. في زوجة. في زوجة في زوجة في النص هو شايفة ان هي ظلمها. شايف ان هي ظلمها. الزوجة دي ممكن تكون درجة الرابي او ناري. وممكن تكوني زوجة دلتة. وممكن تكوني طرف عادي ارتباط. فقال لك مرة واحدة كده انا مش. انت شايف فيه ان هو عمل الحركة دي عشان عياله. عشان هو عنده طفل عنده بيدي. وقرر ينسح من هزي العلاقة لانه فكر كتير قوي وحس ان هو متكتح. مش عارف يبقى معاكي ولا معاكي. انا بقول لك ده متجاوز. راجل متجاوز. ممكن تكوني اكتشفتي من المتجاوز. عشان كده عشان كده انت ماشي. متعبانة جدا. القرار اللي انت هتخديه ازا اا رارف انت وده قرار حكيمة كيدي ازا رارف انت بس ممكن يكون مقزونة. بس تكونوا متجاوزين كزواج في السر. بس انا هخليها برضو على علاقة عاطفية فهتبقى انفسها ببعدو. بالزبط. بالزبط. انت هتكرري ان انت تقفلي الشبطر. بكل بساطة. الشخص ده مش قابل منك اي عروض. خالص. تقدمينه عرض? لا. حتى هو لو قدملك اي عرض مش هتوفت. اصلا. وقررت ان انت تجملي مشاعرك وتقفلي العلاقة دي خالص. انت او انت قررت تترحول. لو هي زوجة. لو هي زوجة فهي آآ خايفة من جوزها. اهو بتفكر في جوزها. فكرت في جوزها. راجعت نفسها. وقالت ان انا اللي بعمله ده حرام وعيد. حرام. ان انا اكون مكالم رجل من جوزها. انها في علاقة زوج في الموضوع. بس لو مش انا كتزوجها لسورة باط. فالشخص ده عنده طرف تالت. وحاسس ان الطرف التالت ده تظلم معا. مكرر ليهن معا كده. وانت حاسها بانك قدمت له عروض كتير اوه ومش واضي. وبصص الحاجة بتعميله. فهتقفلي الشابتر ده خالص من خلالتك. شايف العلاقة دي بينكم ازاي? شايفها العشر صيوف. على فكرة الشخص ده. هقول لكم. الشخص ده على فكرة من بره بيظهر ان هو مية مية ولكن من داخله يظهر العكس. ايوه. بصبت. الشخص ده تعب من حوار العلاقة السلسية دي خالص. وقال لك ايه بقى? لينين ولا شمال. انا تابت. انا مرة هنا ومرة هنا. انا تابت. تابت خلاص تابت. تابت من زوجة فيها اولاد ومع واحدة تنين. او تابت من واحدة شاب بعادي مع اتنين. فتابت. وحاسس ان الاركب دي كان فيها مش ضعنات. كان فيها الام. مش عارف يوزن. اخوة تغبز. وواحد دي مع الارض تغب خلاص. جاب اخره. وجاب اخره. وعايز يستريح. ويرحل بقى. يرحل. فقرر الرحول. انت شايفة ان العلاقة دي كانت يعني كانت علاقة كلها استقرر عشان كده انت زعلانة قوي. وهو قلب عليك. قلب عليك مرة واحدة او قلبت عليك مرة واحدة. يعني مرة واحدة كده راحت قلب عليك. وقالت لك انا انا عايزة مشي. يا بنتي انت مش قلتي انك انك مسلا مش حب الوضع. لا لا انا عايزة مشي. فائت كده مرة واحدة او فائت مرة واحدة. اه بزبط ايوة 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 اتشعر ان العلاقة دي كان فيها كان فيها حاجة حلوة قوي. كان فيها كان فيها كل حاجة. حرفيا. لو زوج بقى صح زي ما انا قلت كده زوج ده كان موفر لك كل حاجة. الزوج ده كان موفر لك كل حاجة. وكان عاملك استقرار وكل حاجة كانت عندك. كل حاجة كانت فيه. انت كنت بتحبيه قوي قوي. مش حب طبيعي يعني. كنت بتبدليه شعور رائع يعني. وهو كمان كان شاهد معك بالاستقرار. لكن احيانا الانسان ضميره بيصحى. هو ضميره صحي. بالزبط. ضميره صحي. فجأة. وحس ان هو ظلم حد معاه. ومتجئ ليه? ايه علاقة صليصية? فيه طرف ثالث في العلاقة. لو انت ما تعرفش. ولو ممكن يطلع متزوج. وانت مش كنتش من جوزها الحاجة انت في علاقة مع حب. متزوج وعند طفل. وكان مخنوق جدا من الممكن يكون كان بيكلمك عالطفل ده كتير يقولك انا خايف اظلمه انا هنا. طب النصيحة ايه بقى يا مرجل جزيلا. النصيحة بتقولك ايه? النصيحة بتقولك ارجوك انظر الى الامام وارحل من هزي العلاقة. بص الكارت ده مش شبه الكارت ده بس في حاجات مشتركة اقولك ايه. العلاقة دي كان فيها استقرار. صح? مش هكدب عليك. وكنت شعر فيها بقى انك الكنك. صحة برضو مش هكدب عليك. ولكن احيانا كثيرة لازم نرحل من العلاقة دي. لازم. في شيء ناقص في العلاقة دي. ايه هو? الامان مسلا. لان ما يكون شخص متزوج وعنده عيلة. عمره ما يبقى فيه امان. انا انا المخي بده. في البيبي. باجي في عيالي. باجي في الزوج. ممكن تكون مراته عرفت على فكرة. كما هزي اقول لك المفجأة مراته ممكن تكون عرفت. وقالت له طلقني. وحس ان هو هيطلقه في عيال لا. لا خلاص بقى اتعدل. همشي عادة. هي حال حلوة ان الزوج يرجع لزوجته. ولكن في قلبي بينكسر هنا. في شعر ان هي بتموت. بتموت من القلم. وانت بينتيله ويما فيك كفانك تعبنه. فانا صحة بتقول لك امشي. حتى لو زعلانة بصي قدام. حتى لو زعلانة. بمتدايق من اللي حصل بصي لقدامة. امشي. مش دي العلاقة اللي انت هترضيك. العلاقة دي مش فيها كل حاجة. طب حل فيه آآ شيء جديد ممكن ينجل برج الميزان بعد العلاقة دي. بحاجة عامة طبعا عمي هممكن تتحاول وكلا. شو عادة يجي وليه ما حدش جالي. انت هتشيل الالام الماضي هوا يا برج الميزان. اه بحاجة هي فتحت كده. آآ انت ما في عرض جاي لك ولكن العرض متوقف. في حد مقدم لك عرض. شوف بقى دور حواليك. عشان كده كان تجي قللك بص. بص قدام. بص قدام عشان في حد مقدم لك عرض بس قريبا كده آآ ممكن يكون كان عادة انك في علاقة وآآ وخايف. فحاول دي له اي لام حاجة ده. برج الميزان بينة جدا يعني. عازي العلاقة علاقة ما فيش استقرار من ناحية الامان. ولكن انت كنت شايف دفعا. انت كنت شايف كده. يا ما بنشوف حاجات بتطلع غلط. عادي. ولكن ولكن اعلن جيدا ان هذا الطرف. لو بعد عنك اسمع بقى. بعد عنك. بعدت عنك. تمام? رجل وزد. مرة واحدة لان انت شاعر بالغموط. الشخص ده. افل عليك ما يمور من غير ما يقول لك حاجة. اهو. الشخص ده متزوج. عنده علاقة ثالثة. في منها اطفال. اهو. وقرر يستعيد العلاقة القديمة دي تاني. ممكن يكون كان مطلق ورجع. لو انت متعرفش يعني. ممكن تكون انت على علم بذلك. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة